لاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سينة ببساطة خالص دعم هو عبارة عن أن احنا بننقل فكرة المقاومة فكرة القتال من قطاع غزة إلى سينة وبالتالي تصبح سينة قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل وفي الحالة دي حيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمناء القوم تقوم تقوم نهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على أن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية مصر دولة كبيرة حرست على السلام بإخلاص وبالتالي محتاجين أن كلنا نساهم في أن الاستثمار الكبير اللي عملنا في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ يبقى أمر شيء أمر مهم وانا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار ويقوله في العلن إذا كان هناك فكرة للتأجير توجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفيد المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجاد الإسلام وغيره في القطاع ثم بعد كده تبقى ترجحهم إذا شاءت لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات وهي عملية فتفاضة أقول لسه ما خلصناش الإرهاب لسه ما انتهناش من مهمة وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر وتتحول سماء إلى قعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك ويبقى السلام اللي احنا عملناه كله يتلاشى بين إيدينا وفيه إطار فكرة لتصفيد القضية الفلسطينية أنا قلت معالي المستشار المصر فيها 105 مليون والرأي العامل المصري والرأي العامل العربي يتأثر بعضوه ببعض وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فسطروا ملايين من المصريين ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور ما للي احنا شايفين إن عملية الحسار المطبق على القطاع أنا أسف إن أنا قتلت معالي المستشار ولكن دي قضية خطيرة وعملية منع المياه والوقفة والمقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهايي في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر وهذا أمر نحن نرفض تصفيد القطاع الفلسطينية والضعبات والنزامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر